اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الانسان كله شخصية اليوم شخصية المولود اعمى وموضوع الطاعة الكاملة البسيطة ربنا طلب من المولود اعمى طلب جديد ما طلبوش من اي حد قبل كده قال له اذهب اختسل في بركة سلوان كل الموجزات تقريبا اللي عملها المسيح للمجدي اما كانت بكلمة يبلمسة حطي ايده على حد او يقول له يعني كلمة فخلاص حتى الناس كلاك بتقوله كل كلمة فقط فيبرأ غلامي لكن مع المولود اعمى ربنا طلب حاجة جديدة مع واحد ما بيشوفش يعني واحد ما بيشوفش خالص اتولد من غير عينين خالص يقول له اذهب اختسل في بركة سلوان برضو الطلب غريب كان ممكن ربنا حطي ايده عليه زي الاصم الاعقد لما حطي ايده عليه وخلاص وقال له الفثة انفتح وتحلت رباط اذنه وتكلم وابصر كل ده يعني حصل ببساطة فدي كانت حاجة جديدة فكان ممكن الراجل ده يزعل يعني او ما ينبسطش او يقول له تب ليه انا لسه همشي وكنت مرة في حوار مع اسقوف من المحبوب نيافس الامب ارسيني على موضوع المولود اعمى وكان قال لي انه المكان اللي تقابل فيه مع المسيح كان في طرف البلد وبركة سلوان في الطرف التاني من البلد فالطلب اللي قاله المسيح للمجد من الراجل ده طلب يعتبر صعب وبعدين تخيلوا انه فيه واحد ما عملتلوش عينين ولسه تخلق له العينين والمسيح للمجد حط يعني تفعل الارض وعمل طين وحط الطين على وشه كده وقال له اذا باختسل في بركة سلوان فده واحد هيمشي والطين على وشه يعدي البلد كلها ما هو من طرف البلد للطرف التاني فيعدي البلد كل الناس شايفاه ده يعرضوا لموقف صعب وممكن الناس تتريق عليه لكن الحاجة الجميلة قوي طاعت هذا الرجل ببساطة وراح لحد بركة سلوان عشان كده حتى ما راح هناك واختسل وصار بصير وقال له مين اللي شفاك قال لهم واحد اسمي يسوع ده فين هو قال ما عرفش ما هو طبعا مش حتة كبيرة قوي وهو ما عرفش اتقابل مع المسيح للمجد فين الطاعة الكاملة البسيطة دي حاجة بتلمس قلب الواحد قوي في الراجل ده ازاي هو قبل الطلب اللي قاله المسيح برغم صعوبته برغم انه ممكن يتحمل قصاد وحاجات صعبة من الناس وراح عمل كده بكل بساطة وفي الاخر نال الشفاء الكامل احنا اوقات بنفتقد الطاعة الكاملة دي اوقات بنقول لربنا يعني ما تعمليش الطريقة دي حللي بالمشكلة بالطريقة دي ونحط لربنا اوقات شروط اوقات حاجات معينة لكن يا باخت الانسان اللي يعمل زي قمنا العدرة والدت الاله لما قالت هو اذا انا امت الرب ليكن ليكا قولك انا تحت امر ربنا امت الرب دي كلمة جميلة عبدة يعني انا تحت امر ربنا وعشان كده برضو هي جاد بعد شوية في عرصة كانت جليل لما ملقوش خمرة تعملوا نعمل ايه فراحت قالت للخدام ايه مهما قال لكم ففعلوه والمسيح برضو طلب حاجة غير غريبة قوي املاقوا الاجران ماء ماء ايه ده احنا نقصنا خمرة فلكن الخدام عشان سمعوا كلمة العدرة امنا والدت الاله قالت لهم مهما قال لكم ففعلوه فاخدوا الامر ببساطة وملوا الاجران كلها ماء وفعلا جيه الخمر بعد كده وكأن العدرة برضو رسمت لنا طريق ازاي احنا نتعامل مع ربنا وازاي احنا نعيش في طاعة كاملة مع المسيح دي حاجة جميلة اوي بطرس صياد والمسيح يقول له ادخل للعمق ولق الشبك والنصود اهو تعب للكل هو عنده خبرة وكل حاجة لكن حاضر رب على كلمتك ولق الشبك جميلة اوي كلمة قديس بولس الرسول لم اكن معاندا للرؤية السموية قال هل الملك اغرباز فانا ما افتش بعند ويعني حاولت اتغاضع عن الكلام لا اطعت بالكامل الكلام اللي انا سمعته فحاجة جميلة اوي الانسان اللي هو بيطيع طاعة كاملة حتى لو كان ضد المنطق شوية اوقات او فوق المنطق بلاش كلمة ضد المنطق فوق المنطق او كان حاجة فيها صعوبة زي ارمالة صرف الصيدة لما اليه قال لها اعمليلي كعكة عشان ااكله في مجاعة اتلو انا هعملها الانالية وابني وهلموت بعدها قال لها لا ما تلاقيش حين هو الرب ان كوار الضغيق لا يفرق وكوز الزيت لا ينقص حتى يأتي اليوم الذي يأتي فيه المطر على وجه الارض والستة قطعت الكلام قال لها اعملي ليه كعكة اولا انا الاول عملت له فعلا هو الاول وعملت بعد كده وفعلا كوار الضغيق لم يفرق وكوز الزيت لم ينقص طول فترة الايه المجاعة فاحنا عاوزين بنعمة ربنا نتعلم من المولود اعمى الطاعة الكاملة البسيطة محد يفتح كساب المقدس ويقرأ وربنا يقول له حاجة يطيع ويسلك ببساطة حسب كلام الرب احنا في القداس الغرغوري الاب الكامل بيقول كلمة جميلة اول بيقول لي ربنا ايه اقدم لك يا سيدي مشورات حريتي انا ما عنديش حرية دي وقت كل حريتي بقدمها لك لان انا لو قدمت حريتي ليك هعيش الحرية الحقيقية انحركم الابن صرتم بالحقيقة احرار اقدم لك يا سيدي مشورات حريتي واكتب اعمالي تبعا لأقوالك انا هعمل كل حاجة حسب ما انت يا رب عاوز فلو ربنا قال لي حاجة فيها صعوبة يبقى ربنا بيجهز حاجة حلوة عشان كده في اشعية 49 اجعل كل جبالي طريقا ومناهجي ترتفع يعني حتى لو في جبال ربنا يخليها طريق ويخلي المنهج بتاع اولاده يرتفع ربنا يدينا كلنا نعمة الهنا كل مجد وكرامة الابد امين اشتركوا في القناة